وزير الصحة أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم سيد الوزير اليوم تم تقديم الحصيل اليومية من قبل وزارة الصحة بطريقة مختلفة تعتمد الأسبقية لعدد الفحوص بدل عدد الإصابات ما مغزى هذا التعديل في طريقة تقديم النتائج اليومية بسم الله الرحمن الرحيم النتائج اليومية تضل هي نفسها صحيح ارتأت لدارة العامة للصحة العمومية تجري تعديل لتبسيط الحالة الوبائية اليومية تبسيط طريقة تقديمها لأنها كانت تقبل وقت كثير ومع التلقيح كثرة المعلومات التي تحتوي عليها هذه الحالة الوبائية وبالتالي ارتأت لدارة أن تبسيط طريقة تقديمها وأظن أن هذا أمر جيد هي الآن فيها جميع المعلومات الضرورية فيها المعلومات المتعلقة بالفحوصات وتبين نسبة نشاط الولايات في مجال الفحوصات أيضا تبين منحناء الموجة الحالية وتعطي المعطيات اليومية حسب الحالات الجديدة اليومية والنسبة الإيجابية سواء لدى المسافرين أو النسبة العامة للفحوصات الموجبة أيضا تعطي وضعية الاستشفاء معناها حالات الاستشفاء الجديدة وحالات الشفاء وحالات الحرجة التي يتم إدخالها للمستشفاء كما تعطي حالات الوبائية وأيضا تعطي معلومات عن الطاقة الاستعابية للنظام الصحي حسب تطور الوضعي وأخيرا فيها المعلومات المتعلقة بالتلقيح بما يخص نشاط التلقيح في مختلف الولايات وأيضا نسبة التغطية تغطية التلقيح لدى الفيئتين فيئة ما أقل من 18 سنة التي بدأت مؤخرا التلقيح وفيئة البالغين التي وصلت إلى الجرعة الثالثة إذن هذا أظن أنه تعديل يبسط النقطة الصحفية ويعطي المعلومات الأساسية بشكل مجمل وسريع سيد الوزير يلاحظ خلال الأيام الأخيرة تناقص في عدد الإصابات بهذا الوباء هل هذا يعني أننا وصلنا إلى ضروة الإصابة بالفروس وبدأنا في التراجع؟ لا يمكننا الجزم بذلك حتى الآن نحن نراقب هذه المنحنة لكن عرضنا وعرضت بلدان أخرى أيضا أن يحصل تنازل وبعدين تبدأ الأرقام في الارتفاع هذا خاصة وأن لدينا مازال عدد كبير من الحالات النشطة وهذه الحالات النشطة هي مصدر تفشي الوباء ما دامت هناك حالات نشطة وخاصة حالات نشطة غير مسيرة معناها فمن الناس الذين حاملوا الفيروس ولا يعلموا به وفمن الناس الذين حاملتوا وعلموا به يغير الموليدون تقوموا بما تقبل الكفاءة من الإجراءات بما يهمهم مصدر انتشار الفيروس هذه الحالات النشطة لا بد أن نعامل معها بنفس الطريقة التي كنا نتعامل معها في الموجات الأخرى إذن أعلنها لا بد أن يتم عزلها لا بد أن تعود في كمامات بشكل دائم لا بد أن تتعود لأشخاص الذين لديهم الإصابات لا بد أن يلتزموا بكل الإجراءات بما فيها البقاء في البيت وأنهم يعدوا معزولين هذا هو الذي لا يسمحنا بدنا نقلل من عدد الإصابات سيد الوزير لوحظ كذلك تزايد في عدد الإصابات على مستوى بعض ولاياتنا الداخلية هل من تفسير لذلك وما الإجراءات التي اعتمدتم لاتخاذ ما يلزم؟ إذن فعلا فيه تزايد في عدد الحالات في بعض الولايات وهذا كما قلنا سابقا على أن الموجات اليوم بدأت تتسيم بخصوصيات في كل ولاية تختلف عن الولايات الأخرى ولهذا السبب اعتمدت اللجنة الوزارية أنه يكون فيه تسيير جهوي نوعا للجائحة وبالتالي على مستوى كل ولاية بتعثت وزارة الصحة بعثات لتعزيز قدرات الأطقم الجهوية لكنها تحلل المعطيات وتعدل مقترحات للولايات والمسؤولين المحليين على الإجراءات التي ينبغي انتخاذها في كل ولاية وقد تختلف من ولاية لأخرى باختلاف الوضعي الوباي السيد الوزير يتم في بعض البلدان إجراء فحوص كوفيد-19 للقادمين من موريتانيا وذلك رقم وجود فحوص صادرة عن المصالح الصحية في بلادنا ويربط البعض ذلك في حملة مضادة للتلقيح بقدر من التشكيك في هذه الفحوص ما هو ردكم؟ كيف تردون سيد الوزير؟ أولا فيها معلومة أولا مبدئية في مجال فحوصات كوفيد صعوبة جائحة كوفيد الحقيقة تكمن وفي كون عنده فترة ما بين خمسة أيام إلى سبعة أيام هي فترة يعود رقاج حامل للفيروس لكن لا يمكن إيجاد ذلك في الفحوص يعني لا ينعكس ذلك في الفحوص وبالتالي مرور شخص من هذه الوضعية إلى الوضعية التي يعودها فيها الفحوص الإيجابية حسب تقنيات الفحص هذه الوضعية غير مضبوطة لا يقدر حد يعرفها باللي ما يعرفين تبدأ الفحص إذن رقاج يقدر نقال عنه خالي من كوفيد بشرط على أنه ينقبأ ويعدل له فحص وينعزل عن كل البشر مدة أسبعة أيام ويعاد الفحص ولن يعود سالب حد نقوله عن هذا الشخص خالي من الفيروس لأنه عندما تتم إصابته نقدر نعود له فحص اليوم صباحا وفي المساء يتحول من ذلك المرحلة شور مرحلة آخر وبالتالي في المساء يكون إيجابي هذا هو الواسع في بعض البلدان البحوصات تجرى يوميا وأحيانا مرتين لليوم لأنه الوضعية تختلف وهذا بالحقيقة معروف عن جائحة كوفيد وعن هذا المرض وبالتالي نعناها كون على الرقاج يعدل له فحص هنا ويمشي قسب لي داخلها ويعود للفحص إيجابي هذا معروف عن كوفيد ولا هو إشكالية لا يرجع لا لنوعية الفحوصات ولا لصحة المعلومات وإنما يرجع لطبيعة الفيروس من نفسه طبعا وينفي التشكيك في فحوصاتنا وفي فحوصات صادرة عن الموريتانيا واضح سيد الوزير يحتاج لقاح فايزر لطريقة حفظ خاصة قد لا تتوفر في المشآت الصحية وفي نقاط التلقيح المؤقتة ماذا عن هذا اللقاح بالنسبة للقاح فايزر عنده خصوصية على أنه يتم حفظه في شبكة تبريد عالية تبريد معناها 70% وهذا التبريد للحفظ عندما يتم إخراجه من هذه الشبكة يمكن استخدامه في شبكة تبريد العادية من صفر إلى 80 درجات يا غير ما تليقد يرجع لك الشبكة ويا الله يعمل في ظرف 45 يوم وراق 45 يوم إذن يوخل من الشبكة التبريد العالية مات لصالح إذن نحن استراتيجية اللي معدلين هو على أن نوخله بكميات ما كبيرة من الشبكة التبريد العالية ونوزعه حسن في ذيك شبكة تبريد العادية ما بين صفر واثمانية ويضل في ذيك شبكة التبريد يستخدم إلى 45 يوم وبالتالي بعد 45 يوم نعيد تجميع ما بقية منه لأنه لا يصلح سيد الوزير في دقيقة واحدة هل من رسالة تودون توجيها للرأي العام في هذه السانحة؟ طبعا هي الرسائل نفسها أولا اتباع الإجراءات الاحترازية كلها بحذافرها لأن الوضعية لا زالت خطرة الفيروس لا زال ينتشر بنسبة عالية عدد الحالات النشطة ما زالت عالية وفيها نسبة كبيرة غير معروفة لأننا لا نجري الفحوصات لكل مواطنين وحتى وإن جريناها كما قلت أنيفن على أن هذه الفحوصات لا تعطي وضعية دقيقة لأنها وضعية متغيرة من حين إلى آخر وبالتالي لازم اتباع كل الإجراءات الاحترازية حتى نقلل من نسبة انتشار الفيروس تدريجيا إلى أن نخرج من هذه الموجة الرسالة الثانية تتعلق بالتلقيح لا يزال التلقيح هو أهم وسائل الحماية من هذا المرض وإن كانت هناك رسائل من هنا ومن هناك وفيديوهات ورسائل تمرر الحقيقة المرجعية في هذا المجال في المجال الصحي لا يمكن أن تبنى قرارات صحية على أساس فيديو من حد والله مقابلة معدلة حد والله كلمة معدلة حد وإن كان ذلك شخص معروف في المجال العلمي لكن القرارات العلمية تنبني على معلومات دقيقة محصولة عليها عن طريق علمية وموثقة في المجالات العلمية ومعتمدة من بعد معتمدة من لدى منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية إلى اليوم ما زالت توصي بالتلقيح كأهم وسائل مكافحة هذا الوباء وهذا هو الذي ينبغي على المدى تعتمد عليه وأيضا النتائج تثبت ذلك عندنا وخارج بلادنا أحنا اليوم المعطيات التي عندنا على أن حالات الاستشفاء كاملة نادرة فيها حالات ملقحة الحالات الملقحة التي تم إدخالها الاستشفاء والله تخلق فيها أحيانا حالات وفيات وهي نادرة جدا هي عندما نتدرس وضعيتها نجد أنهم أشخاص إما داروا جرعة واحدة والله أشخاص داروا جرعتين يقال الجرعة الثانية تعود قديمة أكثر من الستة تشهر هذا هو الملاحظ وبالتالي لم يبقى هناك شك من دور التلقيح في التقليل من الحالات الحارجة هذا ما في شك اليوم لا عندنا ولا في العالم وبالتالي هذه الوسيلة الأنجع لتخفيف من وقع هذه الجائحة من حيث الحاجز الطبي ومن حيث الوفاية كل توفيق لكم وكل الشكر كذلك لكم السيد سيدي والزحاف وزير الصحة كنتم ضيفنا في هذه النشرة شكرا جزيلا لكم ورفع الله هذا الوباء عن بلادنا وعن سائر بلدان العالم الإسلامي مشاهدين الكرامي